عصلي ما ومرحبك العادة أختكم فاطوم خابرة أبراج وتاروليوم باش نعلو توقعات شهر عشرة لبرجل قوس أهم من أحداث عمل القوس في الحياة العائلية العاطفية المهنية مش يا قوس يا القراءة عامة يا قوس القراءة لثلاثة عشريات يا قوس يا قوس تشوفوا حياتنا العاطفية للقراءة هو الحقيقة إنه هني مش نبدأ من هنا خطر هدونا مجموعات مجموعات معناها عشريات عشريات وكل عشريات فيها شوية من الناس عندهم الطاقة هيا تقول للقوس البعض من موليد القوس مرأة أو رجل هذه بطاقة انتصار قانوني في الحياة العائلية والعاطفية هذه بطاقة قتلك الهناك الفوس ومن بعدها الهناك قتلك انتصار ساحق على العدو لحظة من العدو يا قوس على خطر يجب يكون زوجة حد منافس لي حد يلافسني حد يمتعبني حد خطر هذه بطاقة الرزق وهذه بطاقة استقرار عائلي ولهناك الانتصار القانوني معناها يجمع اذا انتو مداخلين في انفصال في تعلاق في نزاع للمتزوجين لهناك الفوز للقوس في كل الحالات كل نشهدوها مجموعة مجموعة اخرى يقولوا للقوس قاعد يستنى في فرصة في الحياة العاطفية من الحبيب او من الحبيبة اما انا اكثر ايا عندي الهناك مرأة القوس فاتاة القوس البعض منكم اكم شكوين فمجمع اخرين نزالوا غادي هايدي الهناك قاعدة اه معناها قاعدة نشوفي وضعية معاينة عني بش نقولها نجم واحدة فيكم هي مورودة قوس فاو قاعدة تشوف تقول لا انا لحو تقول لا انا مشانا قاعدة 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 تشوفي في الظروف او الصعوبات اللي توحيت بها هذه العلاقة العاطفية الحالية صحبت الكلام اللي انا قلته طوام قاعدت لها ببعض وقتين تأتيكي فرحة كبيرة ولكن هذه الفرحة ما تعطيها هايش الحال معنا مش لازم تقولي ما معناه؟ ما معناه؟ معناه نقدر شوفي فتاة تعبت بارشا من اجل حبيبها اه رجل القوس التعب بارشا من اجل حبيبته تقول لورك انتي بش تفوس البعض منكم بش تفوس وهذه بطاقة اجتيازي الصعوبات ماشي؟ فماش ما عفري وقالوا ليه؟ ارجوكم يا قوس مرأة ورجلة هذه الحياة او هذه العلاقة لا تصبح او ما يجبش تصبح مستقرة على خاطر فمه هذه بطاقة البلاق ما ليش نحكيه؟ ما عاش بش نحكيه؟ كل واحد على روح وهنا زادت وقالت لازم يكون فتاة القوس، مرأة القوس، رجل القوس تتحرر من هذه العلاقة؟ خاصة خاصة وقت يكون هذا الشخص قوي هذه المرأة قوي لقوية ربي سبحانه، ولكن انا قاعدة نشوف انك انتي تعبت تعبان من مرأة او رجل قوي القوة اللي فيها شوية اسمل عليكم خباثة فيها شوية حاجة حد لانا يكون تعفيه بشكلي ويطلع لك بشكل اكري يكون تعفيه عنده كلام ومنطق معيني ولي يحكي بلغة اخرى ومنطق اينا دونك هيدوما لانا فما بتعطف انا لمرأة القوس فتاة القوس رجل القوس كل انسحابك من هذه العلاقة الان ما يسبب لكش خسارة يسبب لك ربح نفسي ربح عاطي ربح مالي ربح نفسك انك انتي ما تعذبش نفسك من اجل هذا الشخص ماشي دونك مجموعة مجموعة الاخر تقول بعض ما وليد القوس من بعد حيرة وبوكاة يعود المياه لمجاريها العربة النجاح الفرح الاستقرار خطوة جديدة في حياتي بطاقة سفر بطاقة نفس جديد روح جديدة علاقة جديدة باش ننسى بها المتاعب اللي في الماضي القره بعض ما وليد القوس تأذوا من طاقة سلبية قاعدين يتأذوا الوقت الحالي من طاقة سلبية ولكن تقولها بدعم من رجل ذات سلطة ذات حكمة ذات وقار تنتهي متاعبك الروحانية مهما كانت مهما اجل او مرأة ومن بعدها تقول لك شوق طريقك بنجاح وحدك بلش تخلي حتى حد تؤثر عليك معناه هنا المجموعة هذي تقول فمجمعها كانوا أثر عليهم شوية بوهوخ قاعدين يتداويوا باش تماثلوا للشيفان واشالله يا رب يشفيه عا مجموعة المجموعة هذي قالوا له احنا ارتحنا وانسينا قالت راه وفم خطوطين قاعدة تحكي عن جمعتين هدوما الولاني تقول اجتياس مرحلة صعيبة من حياتك باش تدخل في علاقة جديدة العلاقة الجديدة هذه رغم ما تكون كانت وقت انت تشد قتلك الطريق جديد تتقول لي الطريق جديد معناها عقار جديد سكن جديد وولاية جديدة صفر نغير نفسي باش تتغير معايا الاحداث تقول لي كيفين نغير نفسي نغير اللوك كما قلت لازم نتصير عنا حدث في التغيير باش تصير هذا الايجابيات الكل ولكن فما حاجة اسمها الشفاء عند الدني في الحياة العائلية والعاطفة اللي يسئل فيها فما طريق ام لا فما انفصال فما بلوك فما ازعاج كبير عند القوس مرأة او رجل ولكن تكون خير له مكش مقتنعي خير لك باش تتعرف على ناس جديدة ماشي يا قوس فما حبيب قالت القوس قتلوا انت على رأس عملك انت ناجع انت باش تنجح شعلا يا ربي وصل هنا زادت وقالت القوس قاعد يحضر لنفسه القوس قاعد يحضر في روحه باش يسافر شعلا يا ربي هنا مرأة القوس وفتاة القوس خاص ناس قتلها كوني قوية الشخصية اخودي حق قتلها وبلاش تسلمي في حق العملي ركزوا شوية هنا قد بعض موليد القوس كاينهم الظلموا في الاوقات اللي فاتت وطوع عندهم ثلاثة الاسابيع هيدوما استرجاع حقوق حب مالية او مكانة عملية فما رزق فما مال فما نجاح للقوس هنا باش نمشي شوية ونقول القوس بعض منكم دي ما نقول فاتت اللي جاي خير ببرشة ولكن هي اللي هنا قلت لها مولودة القوس عندك مسئوليات مهنية كبرة عليك باثبات نفسك او عليك انك انت تكمل المهام اللي هما مدوهيلك وبلاش تضيع الوقت ماشي باك الاسد هي بطاقة شو نقول انا خطرك انت او انت قوس عند الدعم من الاسد في المكان العمل انا عندي ثلاثة ابراج خير في مكان العمل اللي معاونين باش يعاونوا اللي هو عندي اسد عندي ميزان عندي اوه دي برج الثور ماشي فما ليس قولي ليه ما عندي ماشي قتلك باش يظهر باش يظهر هذا الشخص هالي هه المرأة هالي هه الفتاة بتعاونك ندل كاد المساعدة انك انت تشق طريقك في مكان العمل انت ناجح ولكن راك انت قاعد ضيع في الوقت ماشي هاك هدي بطاقة النجاح ماشي لنصيحة الحب ونصيحة في العمل هيت نحكيه عاطفين كلهم عاطفين ماشي قاعدين يتجبتو طب قالت من بعد حب كبير وعشق كبير تموت علاقة او تبرد يصير برود فيها فما استرجاع علاقة من بعد متاعب كبرة هدوما بعض منكم بطبيعة جماعة الاخرية قالوا لا فما انفصال صار انفصال لا عودة علي بعدها فما جماعة الاخرية قالوا باش يتم الاعتذار من موليد القوس مهما كان عمرك ومهما كان جنسك فما شكوه باش يرجع يطلب منك الاعتذار وانت باش تقفل بطبيع باش تخلي ربي سبحانه يجيب لك حق فما ورقة تقول في الحب وفي الامور العائلية لدي القوس استرجاع حق لك يا قوس بعد انا عندي ورقة تقول باش يرجع السحر على السحر استرجاع السحر للسحر معناها يا قوس باش يتعاملك اللي تقتل تقول ربي سبحانه قافي مشيهزوا ورقة تقول رقمي النصيحة عند طيرو من بكري تقول لك عليك ان تتير وترفرف وتغمض عينيك على هذا الحب أو على هذه العلاقة أو على هذه العائلة ماشي مهنين النصيحة في الأمور المهنين ماشي ثلاث الأوقات قال فم عمل جديد أو فم رتبة جديدة عند القوس القوس هو في فراغ الآن ولكن قتله فم لقاء بصديق صديقة قدله هنا قتلك ازدهار على قتلك معناها فما حدي عايتك تخدم معه فما حدي يستشيرك ان تدخله في مشروع فما حدي يقولك لا راي الخدمة هكا مش هكا راكتش قالتومي قاعدت بلبس يجل صالحه قبل ما يفيقه انا معاك انا في هذا الكل هذه بيطاقة قتلك دعم من المحيط العملي بيش تقف على ساقيتهم اللولوجديد وهنا زادتك وقتلك لحد الصحيح بلاش تبعت رسائل طاقة سبب محبوب محبوب اجلب لنفس القاتلك الطاقة الايجابية وليس الطاقة السلبية انت ناجح بيش تنجح اذا تسولوا على سفر ها بطاقة تحضير لسفر عند القوص شو كل مرة اخرى للقوص شو لي ربي وصلك للي تتمنى باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة